شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له ادعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤالا فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار؟ فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة؟ بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كرم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا جلست الأم ذات مساء تساعد أبناءها في مراجعة دروسهم وأعطى الطفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين وفجأة تذكرت أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت وكان لا يترك حجرته لضعف صحته فأسرعت الأم بالطعام لوالد زوجها وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى ثم تركته وعندما عادت الأم إلى أبنائها لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزا فسألته ما الذي ترسمه يا حبيبي؟ فأجابها بكل براءة إني أرسم بيت الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج فرحت الأم بإجابة طفلها ثم سألته وأين ستنام؟ أخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم وهذا المطبخ وهذه غرفة الضيوف وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت وترك مربع منعزلا خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف فتعجبت الأم وسألته ولماذا هذه الغرفة خارج البيت ومنعزلة عن باقي الغرف أجاب الطفل إنها لك سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جد الكبير نزل كلام الإبن على أمه كالصاعقة وأخذت تسأل نفسها هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله وآنسوا بكلامهم ومرحهم عندما أعجز عن الحركة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتا نادت الأم على الخدم ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الطيوف والتي عادة تكون أجمل الغرف وأحضرت سرير والد زوجها ونقلت الأثاث المخصصة للطيوف إلى غرفته خارجا في الفناء وما إن عاد الزوج من عمله حتى فوجأ بما رأى وأعجب به ثم سألها ما الداعي لهذا التغيير أجابته الدموع في عينها أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمرا وعجزنا عن الحركة وليبقى الضيوف في غرفة الفناء ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية وما كان من الطفل إلا أن مسح رسمه وابتسم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير فتاة صالحة طيبة القلب سمراء البشرة حفظت القرآن كاملاً وجعلت كل أعمالها وحياتها خالصة لله تأخر زواجها رغم طيبتها وأخلاقها بسبب سمار لونها ورغم ذلك لم تحزن أو تشتكي بل كانت تحمد الله كل أوقاتها كانت تحب الأطفال حباً شديداً وتعاملهم بعطف لا مثيل له وظلت بدون زواج حتى بلغت الخامسة والثلاثين من عمرها عندما زارتها جارة لها في أحد الأيام وعرضت عليها الزواج من مقاول أرمل ولديه أربعة أطفال بشرط أن تكون في البيت كخادمة لأبنائه ولا يكون لها طلبات كزوجة فوافقت لحبها الشديد للأطفال وتزوجت على الورق فقط مر عام واحد استطاعت فيه هذه السيدة أن ترعى الأبناء الأربعة كأبنائها فقد قامت بتحفيظهم القرآن وتعليمهم التربية الدينية الصحيحة وغمرتهم بحنانها حتى أصبحت لهم أما يحبونها ويقدرونها وفي نهاية هذا العام نجح زوجها أيضا واغتنى أكثر وأحبها وبدأ يعاملها كزوجة وبعد سنوات مات زوجها فحزنت عليه حزنا شديدا وفوجئت بأن زوجها قبل أن يمت كتب لها عقارات تقدر بالملايين دون أن يعترض أولاده الأربعة بل قابلوا هذا بحب كبير كما علمت منهم ولكنها في أحد الأيام ذهبت إلى مكتب محاما وعندما شاهدتها السكرتيرة الجميلة جدا كانت قلقة من منظرها وتتجنب النظر إليها وعندما لاحظت السيدة هذا الخوف على وجه السكرتيرة ابتسمت وحكت لها قصتها ثم قالت لها وقد أتيت إليكم لأن زوجي مات وكتب لي عقارات بالملايين ولكني أريد أن أعيد لأولاده أملاكهم وها هي الأوراق والعقود التي تثبت صحة كلامي ثم صمتت السيدة وتجمد الكلام على شفتي السكرتيرة التي امتلأت بالدهشة عندما رأت سيدة تلفظ ملايين الجنيهات بجرة قلم فسألتها وهي تشعر بالخجل من نفسها بعد أن شعرت نحوها بحب غريب لامس قلبها أليس أفضل لك يا أمي أن تحتفظي لك ببيت تحسبا للزمن فقالت السيدة لا يكفيني حب الأولاد لي والله الذي رزقني الحب والأولاد بعد الجفاف سوف يرزقني ويهبني كل شيء فقامت السكرتيرة واحتضنتها واعتذرت لها والدموع في عينيها وقالت لها فعلا ليست كل امرأة جميلة طيبة ولكن كل امرأة طيبة جميلة وبعد أن أعادت السيدة الممتلكات لأبناء زوجها فوجئت بهم يتنازلون لها عن عقارات أغلى مما تنازلت عنها تقديرا لها وحبا فيها وردا لجميلها ومكافأة لقلبها الطيب الجميل ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون اشتركوا في القناة